السلام عليكم مع أسباب بناء البناء في الأسماء والسبب الأخير وهو الشبه الاستعمالي بين بعض الأسماء المبنية وبين الحرف فما المقصود بالشبه الاستعمالي؟ هو أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه لا ينوب عن الفعل أولاً ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه يبقى الشبه الاستعمالي أن الاسم شبه الحرف لأن الحرف الحروف جميعها لأن الحروف جميعها بمعنى الأفعال كيف؟ مثلاً همزة الاستفهام أذاكر محمد معناها أستفهمه ذاكر محمد كذلك لعله بمعنى ترجى فعل فإذا كان الاسم بمعنى الفعل ولم يدخل عليه عامل فيؤثر فيه لأن الحروف لا تتأثر بالعوامل الداخلية عليها حروف الجر لا تأثر بغيرها وغيرها كذلك حروف المعاني الأخرى منها نبدأ أولاً بكون الاسم إن كان الاسم بمعنى الفعل يكون مبنياً مثل أسماء الأفعال كلها مبنية فصح وهيهاد كل منها مبني لأنه شابه الحرف في شيئين ما هما؟ أولاً أنه بمعنى صه بمعنى أسكت نابع عن الفعل وهيهاد بمعنى بعودة نابع عن الفعل كما أن الحرف لعل نابع عن الفعل أترجى وليت عن الفعل أتمنى كذلك هيهاد بمعنى بعودة وصه بمعنى أسكت فهي نائبة عن الفعل هذا الوجه الأول أما الثاني لا يدخل عليها عامل لأن الحروف لا تتأثر بالعامل الداخلة عليها لا تقع فاعلا ولا مفعولا به وكذلك اسم الفعل صح مبني على السكون لمحل له من الإعراب لا يعرف فاعل ولا مفعول به ولا اسم مجر أبد وهي هاد كذلك مبني لأنه شابه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه شابه الحرف شبها استعماليا استعماليا أي هنا جاء بمعنى الفعل وأنه لا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه الجزء الثاني من الشبه المعنوي بعد أن كان أن يأتي الإسم بمعنى الفعل أو يكون الإسم لا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه فشابه الحرف بذلك فهو مبني كذلك أن يكون الإسم مفتقرا ضعيفا يعني مفتقرا افتقارا لازمة إلى جملة افتقارا لازما أن يكون الإسم مفتقرا افتقارا لازما إلى جملة أو شبه جملة لأن الحرف هنا وجه الشابه المعنويا الحرف ضعيف لا يتم معناه إلا إذا وصل بعده بكلام فكذلك هناك أسماء ضعيفة تكون مفتقرة افتقارا لازما إلى جملة أو شبه جملة يكون في هذه الحالة مبني ويوضح ذلك أوضح صورة له الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة شابهت من شابهت الحرف في أنها ضعيفة مفتقرة إلى ما يكمل معناها فجميع الأسماء الموصولة مبنية ما عدا من ما عدا اللذاني واللتاني يعرضان أعرب المثنى لأنهما جاءت في صيغة المثنى والمثنى من خصائص الأسماء ومن ذلك قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كلمة الذي لو أنني قلت تبارك الذي وسكت لا يتم المعنى فاحتاج الإسم الموصول إلى جملة بعده لتكمل معناه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فالاسم الموصول هنا محتاج إلى جملة صلة توضح معناه مثله مثل حرف الذي لا يظهر بمعناه إلا بمجرور بعده إلا باسم مجرور بعده قد يقول قائل كلمة سبحان هنا اسم مصدر منصوب وليس مبني هو منصوب بفعل محذوف تقديره أسبح فهو معرب لأنه وإن كان مفتقرا بالأصالة لكن لا يفتقر إلى جملة وشبه جملة بل يحتاج إلى مفرد كلمة مفردة بعده قل سبحان الله تم المعنى أما الذي والتي تحتاج إلى جملة كاملة مثل الحرف الضعيف المسكين أما كلمة سبحان نعم مفتقرة ولكنها لا تفتقر إلى جملة بل تحتاج إلى كلمة واحدة توضح معناها فلذلك جاءت مغربة طيب لابد أن يكون الافتقار لازما لازما يعني لازما يعني دائما وليس في بعض الحالات فالأسماء التي جاءت مبنية أنها دائما في كل حالاتها فقيرة تحتاج إلى ما يكمل معناها أما إذا كان الافتقار عارضا يعني تحتاج إلى جملة تكمل معناها في حالة وبعض الحالات لا تحتاج فهذه تكون معربة وليست مبنية ككلمة يوم في قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فهنا يوم من الظروف المتصرفة هنا أضيف إلى جملة مضاف إلى جملة والمضاف مفتقر دائما إلى المضاف إليه يحتاج إلى المضاف إليه ليكمل معناه لكن هذا الافتقار ليس لازما بل عارض بل عارض في بعض التركيب إذ قد تأتي كلمة يوم هذه اللي هنا مضاف إلى جملة قد تأتي غير مضافة أصلا فهذا الافتقار يسمى عارض يعني عارض يعني يأتي في بعض الجمل وبعض الجمل قد لا تحتاج إلى أو لا تفتقر إلى جملة بعدها كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن ناري سبعين خريفة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن ناري سبعين خريفة فكلمة يوما هنا منصوبة وليست مبنية لماذا؟ لأن هنا ظرف وليست مضافة بعدها هذا في الأولى كانت مضاف يوم هذا يوم وهنا ليست مضافة فالأول في الجملة الأولى أو في الآية الأولى كانت مفتقرة ولكن هذا الافتقار ليس دائم لأنها جاء في جملة أخرى ليست مفتقرة إلى مضاف إليه ليكمل معناها فلذلك هذا الظرف يوم مثلا معرب وليس مبني مع أنه يأتي في بعض الحالات وليس في كل الحالات مفتقرا إلى ما يكمل معناه وقد يضاف أيضا ولكنه يضاف إلى مفرد نعم الشرط أن يكون مضافا إلى جملة أن يفتقر إلى جملة أو شبه جملة لكي يكون مبنيا دائما هنا أقول يوم الجمعة عيد المسلمي يوم أضيفت إلى مفرد وهي كلمة الجملة ولكن شرط الافتقار أن يكون إلى جملة أو شبه جملة فمثل هذه الكلمات لأنها ليست ملازمة للإضافة فهي معربة وليست مبنية طيب ملاحظة أخيرة في هذه المحاضرة ما هي أبواب النحو في أسماء اللغة العربية في الأسماء في اللغة العربية التي تكون مبنية تكون ستة أبواب من أبواب النحو تكون فيها الأسماء مبنية في الضمائر كلها مبنية أسماء الاستفهام كلها ما عدا أي كذلك أسماء الشرط كلها ما عدا أي كذلك أسماء الإشارة ما عدا هذان وهتان وأسماء الأفعال كلها مبنية كذلك الأسماء الموصولة ما عدا من ما عدا اللذان واللتان هذه هي مواضع البناء في الأسماء في اللغة العربية وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله